ماذا يعني هذا اليوم بالنسبة للمعلم الفلسطيني بالنسبة للتربية والتعليم في فلسطين هذا ما نناقشه مشاهدينا مشاهدي برنامج بيت للكل مع الدكتور محمد ربعي الخبير في مجال الإدارة التربوية أهلا مرحبا بك معنا دكتور إلى بيت للكل أهلا وسلم بكم في البداية الرحمة للشهداء نسأل الله سبحانه وتعالى أن تغمدهم واسع فضل ورحمته يا رب العالمين والشفاء العاج للجرحى وفك الله أسرى فلسطين في سجون الاحتلال الإسرائيلي المعلم الفلسطين صاحب رسالة ولكن نحن نعيش هذا العدوان وقد فقدنا ألاف المعلمين وكذلك الطلبة والعدوان مستمر وأبناء شعبنا في قطاع غزة حرموا من التعليم سواء كان تعليم المدرسي أو حتى في المراحل المختلفة الشامعية ماذا يعني هذا اليوم بالنسبة للمعلم والعالم كله يحتفي بيوم المعلم وفي فلسطين تغيب هذه الفعاليات والشطات يعني في البداية نحن نحن عن فلسطين أقل نسبة أمية بالعالم بشكل كامل نسبة أقل من 3% نسبة الأمية داخل فلسطين نحن 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 على حركة تعليمية مستمرة ناهضة داخل الوسط العربي كانت رائدة فيها فلسطين بتاريخها وصموتها ومعلميها ومعلماتها نحن هذه السنة بالذات أو نحكي عن طوال تاريخ الشعب الفلسطيني المعلم كان يشكل حجر أساس وحجر الزاوية في هذا الموضوع لأن المعلم هو الذي يحمل المعنى يحمل الرسالة يحمل البعد القيمي الأخلاقي الحضاري المعلم الذي يمتلك فلسفة التربية ثم التعليم الذي كان يرسخ في أبنائه رسالة الإصرار والصمود والتحدي رغم قساوة الظروف وقساوة الحرب وقساوة الألم المعلم الذي يؤدي دور أن يشعل الشمعة في وسط الظلام المعلم الفلسطيني الذي يتلاقيه على الحاجز يتعدى الحواجز يتلاقيه داخل الخيمة يمسك ورقة وقلم ويعلم داخل الخيمة المعلم الفلسطيني يتلاقيه داخل السجن يعلم خارج السجن يعلم المعلم فلسطيني المحمل بالألام المحمل بالأثقال الباهضة من المسؤوليات وعبئ المناهج وعبئ تمرير مادة تعلمية والمحتوى التعليمي وفوق هذا وذاك نحكي بأن مسيرة التربية والتعليم داخل فلسطين قد خطط خطوات رائعة جدا ولكن أثر الاحتلال القوي الذي يحاول أن يوئد أي صوت فلسطيني ناهب أي صوت الحرية هذا الاحتلال الذي يشكل بمعنى الكلمة عقبة رئيسية في سبيل تطور المجتمع الفلسطيني في سبيل الوقت من حريته ومن كرامته والحصول على ذوته المستقل وعاصمة القدس الشريف نحكي اليوم نحن عن آلاف المعلمين اللي بمعنى الكلمة في طريق الاستشهاد استشهدوا فيه في جراء العدوان المغاشرة جرحة أسرة جرحة وأسرة ومعلمين وحتى مفقودين نتحدث اليوم عن أكثر من خمسين ألف شهيد نحكي على ثنين مليون نازح في المواصف معظم في المواصف رفاح تحدث أنت على أكثر من خمسة وتسعين ألف وسبعمائة وسبعمائة وعشرين جريح أكثر من عشرة ألاف مفقود نسبة كبيرة منهم هم طلابنا هم طالباتنا هم معلمين هم معلمات أكثر من هدم من مئتين مدرسة داخل قطاع غزة نحكي إحنا داخل قطاع غزة أكثر من سبعين في المئة من الطلبة الفلسطينيين وعانوا من الاختلال في وضحه من نفسه نتيجة للحرب القاسية والصوت العالي الذي يسمعونه بشكل مستمر بشكل مستمر هذا أمر يؤدي بأنه بمعنى الكلمة إحنا نجابه المعلم فلسطيني نجابه حرب على أكثر بالمستوى وعلى ذكر المجابهة هذه تابعنا أيضا الكثير من المبادرات في قطاع غزة على مستوى الخيمة لتعليم الطلاب الفلسطينيين بعد أن فقدت المدارس ودمرت عن بكرة أبيها في قطاع غزة فقدنا يعني مئات المدارس في القطاع ومش بس يكون تحولت المدارس إلى أماكن للنزوح تحولت المدرسة إلى مراكز إيواء مراكز إيواء بالنهاية وقصفت هذه المدارس في ظل وجود لاجئين داخل هذه المدارس ولكن هي الرسالة الواضحة عند الشعب فلسطين رسالة الإصرار والتحدي بأن هذا المعلم يبقى يعلم رسالته رسالة تعليم داخل الخيمة وخارج الخيمة بالشارع في كل مكان تجد هذا المعلم الذي يحمل هذه الرسالة السموية المقدسة في النص المقدس الأول في كتاب الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم تجد رسالة القلم ما زالت موجود عند هذا الشعب تجد بأن هذا الشعب لن يفرط بالممحاء والمبراء والقلم باستمرار لذلك تجد بمبادرات نوعية بمبادرات ذاتية بمبادرة منذ الزالة التربية والتعليم أن المعلم داخل الخيمة شفنا الذي يشتغل على التأسيس نحن نعرف بأنه عام كامل قد ذهب على المرحلة الدراسية السابقة حرم الطلاب الثانوية العامة حرم الثانوية العامة لا يوجد حالة من الحراك في هذا الموضوع وزارة التروية والتعليم لديها استعداد لليوم التالي للحرب لأنك لا تستطيع تعمل أي تدخل آني وتدخل رأسي في المرحلة الحالية إلا بعد أن تهدأ الأمور أقل ما فيها حتى توظف تكنولوجيا تعمل عبارة عن بيوت عبارة عن غرف صفية جاهزة يعني هناك خطة موجودة داخل الحكومة الفلسطينية ولكن نحكي بالنهاية رغم هذا وذاك وجدنا المبادرات النوعية من قبل المعلمين في ظل هذا الظروف الصعبة لإيصال هذه الرسالة حتى لا نحرم أبنائنا كلمة إقراء بإذن الله لطالما كان الشعار دكتور هو الاستثمار في العنصر البشري في فلسطين لأنه إحنا بلد نفتقر إلى الموارد الطبيعية بالتالي كان الاستثمار وتركيز على الإنسان ويعني أعود لبداية حديثك بأنه إحنا أنه أقل نسبة أمية ربما تكون نتفوق والمدرس الفلسطيني أو المعلم الفلسطيني له بصمة أيضا في بعض البلدان العربية على مدار السنوات الطويلة الماضية الساهمة أيضا في نحضة التعليم في تلك البلدان بالتالي هنا أي تحديات اليوم تقف عائق أمام تحقيق الطموح الفلسطيني في الاستثمار في الكادر البشري في الاستمرار في النجاحات التي وصلنا إليها وأن نراكم عليها فيما يخص مجال التعليم تطوير المعلم مواكبة أسس ومعايير التعليم الحديثة المنتشرة في العالم قليل شوف هو سر من أسرار المعلم الفلسطيني أنه يمتلك المعنى بمعنى يؤدي رسالته بشرف لهذه المهنة يؤدي هذه الرسالة بعمق بعمق مؤثر يخرج الفلسطيني الذي يحمل الأمانة السماوية الموجودة في قلبه ثباته على هذه الأرض هذا هو السر المعلم الفلسطيني الذي يحمل هذه الرسالة أجل ذلك داخل شعبنا فلسطين ومجتمع فلسطيني حاز العديد من المعلمين على جوائز عالمية لأفضل معلم في العالم حنال الحروب المعلمة حنال حروب غيرهمة معلمات الفاضلات تتحدث على عملية تطوير المناهج المستمرة للمجتمع الفلسطيني لمدارسنا فلسطينية عملية مواكبة التقنيات والتكنولوجيا داخل المدارس بدأنا نلمسها نحن بطريقة جدا متقدمة كله بجهود المعلمين وبجهود ذاتية من قبل المعلمين وهذا أعطيك بمعنى الكريمة هو السر الذي يحمل المعلم الفلسطيني في ذاته بأنه يحمل رسالة ذات معنى وعشان هيك يوصل رسالة الصمود رسالة الثبات على هذه الأرض المباركة ورسالة بأنه إحنا عايشين على هذه البلاد وإحنا سوف نمقى ثابتين على هذه البلاد عشان هيك أنت تجد نجاحات برغم شح الموارد برغم قلة إمكانيات برغم بأنه التضعضع في الحالة المالية استطعت استقرار مال للمعلم المعلم لا يوجد مشكلة بأنه يؤدي أدوار أخرى بعد انتهاء دوامه المدرسة حتى يحقق لقمة عايش شريفة في ظل هذا الواقع الصعب ويقوم صباحا باكرا ليؤدي هذه الرسالة ويكسب شرف لهذه المهنة ربما الشيء يذكر فيما يتعلق بالرسالة الأدوار المختلفة إن كانت في الفترة الصباحية والمسائية في فترة الصباحية في منطقة مثلا جنوب نابلس يأخذ المدرس ومدير المدرسة دور الحارس على الطلاب أمام اعتداءات من قبل مستوطنين متطرفين ولا ذكر أيضا الإنجازات التي تحققت عندما نستذكر هنا المعلمة التي أخذت رقم واحد على مستوى العالم الحروب كانت بداية المبادرة هي من شيء مرتبط بالاحتلال وما أحدثه الاحتلال في بيت لحم على العائلة بشكل عام صحيح هنا يبرز التحدي والصمود يعني تحدي والصمود وكمان نلقى الثاني بأنه هذا المعلم الفلسطيني اليوم تتحدث عن المعلم يحمل رسالة ورسالة عميقة ومؤثرة فيه وهو يسا أنه يوصل هذه الرسالة بظل شح الإمكانيات نحن بتحكي على مجتمعنا الفلسطيني مجتمع يعاني يعاني ولكن فوق هذا وذاك يؤدي هذه الرسالة لما نلاقي إحنا بأنه داخل عسيمة ثاني البلد القديمة في نابلس لما تتحول المدارس إلى أماكن احتجاز تتحول في وقت انتحان الثاني العامة إلى إطلاق نار إلى أصوات انفجارات إلى غاز مسير للدموع داخل الغرف الصفية ويبقى المعلم ويبقى الطالب ثابت في مكانه وفي موقعه حتى يؤدي هذه الرسالة لا يتنازل ولا ينكسر أمام هذه الاعتداءات المستمرة لوقت هذه العملية التعليم وهذه المسيرة طلبنا المعلم الفلسطيني أن يكون قائد التغيير دكتور بالضبط يغير في هذا الواقع يغير وثقافة التغيير في عقول الطالب الضبط يغير هذا الواقع المعلم الفلسطيني يطلب منه الكثير والكثير وهذه مسؤولية وأمانة أولا وأخيرا رقم الثاني لازم ننتقل إحنا من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى ألا وهي تطوير ودمج عملية التقنية داخل التعليم بحكم العالم المتسارع ولمواكبة الثورة الرقمية وجودة حاليا بهذا العصر وشوفنا نحن نجاحات عند معلمين فلسطينيين كيف وظفوا التقنية بالتعليم تجاوزوا الحدود والسدود الحواجز الموجودة عملت الانتقال من التعليم النظامي إلى التعليم عن بعد في ظل الاحتلال لما يدخل الجيش إلى منطقة معينة مباشرة تتحول المدارس إلى تعليم عن بعد بشكل تلقائي المعلم اليوم بالرغم من أنه ضعف الإمكانيات إلا أنه يحاول يبدو القصارى جهده أن يوصل رسالته ويبقى محافظة عليها عشانك أنا بحكي لك أنه برغم أنه المسيرة فيها كثير من التحديات إلا أنه المعلم فلسطيني استطاع في ظل الظرف الراهن أن يضع بصمته الحقيقية في هذا الواقع قدر على التكيف أيضا ولكن في كلمة أخيرة وفي دقيقة إذا سمحت ما هي رسالة على وجه القصوص للمعلمين في قطاع غزة يعني وظروف الاستثنائية التي يعيشون يعني نرفع القبة احتراما لكل معلم في قطاع غزة وفي الضفة وفي القدس الذي يعاني من نير الاحتلال نقول لهم أنتم على ثغر وأنتم على أمانة وأنتم المرابطون في الميدان أنتم من اخترتم القتال في الميدان التربوي شكرا جزيلا لكم هي أمانة وهي رسالة وتصطر دماؤكم وأوقاتكم من ذهب في سجلات البطولة والفداء لأنكم اخترتم أن تصنعوا إنسان صناعة إنسان أعظم صناعة في التاريخ قال رب العالمين لموسى عليه السلام واللي تصنع على عيني لجل ذلك صناعة الإنسان قبل البنيان أنتم من تصنعوا هذا الجيل جيل النصر والتمكين والتحرير الخبير في مجال الإدارة التربوي دكتور محمد ربعي شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في بيت لكم شكرا جزيلا لكم